جهود لمتابعة أحوال الحجاج الذين توفوا والذين فقدوا وما أكدته سيدة الدكتورة وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتورة سوها الجندي أن الوزارة عملت خلال أيام الحج وأجازة عيد الأطحى من خلال غرفة عمليات على مدار الساعة إلا أن أعداد الحجاج المتوفين والمفقدين تشير إلى وجود تقصير في متابعة الحجاج كما يتردد هناك أناس سافروا لأداء العمرة ولكنهم لم يحصلوا على أي تصريح بأداء الحج الناس دي كانت عايزة تأدي مناسك الحج بأي شكل ما فيش وسيلة انتقال ولا خيمة ولا فندق وحرارة فوق الخمسين درجة ما كانش فيه حد مسؤول عن الناس دي لأن الناس دي ما دخلتش بالطريق الطبيعي عبر شركات محددة أو غيره الحقيقة أن أعداد المفقدين فيه تزايد حتى الآن حوالي 250 شخصا الوفاة حتى الآن 600 شخصا البعثة الرسمية توفي منها 20 فرد كانت الدولة والسلطات السعودية بتعمل تصريح تصريح ده فيه كود لو حد تاه أو حصل له حاجة بيعرفه مكانه ويعرفه تليفوناته ويعرفه أسرته ومين معاه في ساعات قليلة بتقدر السلطات السعودية بتعثر عليه وبتجيبه وترجعه للمكان اللي هو عايزه والحقيقة الكل كان بيشيد بأداء السلطات السعودية في متابعة الحجاج ومتابعة أحوالهم وتوفير كل مستلزمات الأمان لهم ولكن كان هناك آلاف البشر لمعاهم تصريح ولمعاهم شركة ترعاهم ولا أي حاجة الناس دي راحت لأداء العمرة وأعدت لأداء الحج أو الناس دي كانت موجودة ودخلت موسم الحج بلا تصريح يمكن سفير أحمد فروق سفير مصر في المملكة العربية السعودية تواجد في القنصلية المصرية في جدة على مدى عدة أيام وأرسل بعثة دبلوماسية كاملة متواجدة هناك لمتابعة أحوال المصريين ومتابعة أحوال الوفاة والمفقدين مع السلطات السعودية أول بأول في ناس بيتم التعرف عليها وتدفن هناك بعد الاتصال بأهلها وإبلاغهم بمعز يؤسفني القول إن في ناس في شركات وفي حتة يمكن ده تم من خلف وزارة السياحة بالتاجر بالناس تخدهم على العمرة وتقولهم عودوا للحج والناس تقعد للحج لحد بيرعاها ولا حد شايفها ولا السلطات السعودية عندها علم بيها يمكن عشان كده كانت السلطات السعودية بترحل ناس لأنها خايفة من إن ده يحصل وده اللي هو اللي حصل الخارجية المصرية عملت عدة بيانات حذرت فيها وقالت رفعت شعار لا حج بدون تصريح كذلك السلطات السعودية حذرت من البداية وقالت لا حج بدون تصريح أنا كنت بتكلم مع السيد دكتور أحمد عيسى وزير السياحة منذ قليل وقال لي ما فيش شركة سياحية طلعت حد وحصل المشكلة دي إن ما فيش هركات طلعت ناس بعمرة وقعدوا هناك وراحت الدنيا وفلتت كل واحد بيش بحاله وقال إنه لم نرصد شكوى حتى الآن من أي مواطن موجود في الحج تجاه شركة سياحية معينة حسب كلامه وإنه كان فيه هناك تحذيرات للمواطنين لأن السلطات السعودية عانت عن ذلك أكتر من مرة وإن عدد المتوفين اللي راحوا تابع الشركات السياحية عشر أفراد فقط اتنين ذكور وتمانية ناس الناس طلع بدون تأشرة حج وراحت هناك وتاهت في السكة لكل ذلك الحقيقة السيدة الدكتورة وزيرة الهجرة كانت بتتابع ساعة بساعة تتواصل مع السفرات المصرية في الخارج ترصد أسماء المتوفين أول بأول وتعمل اتصالات بأسرهم هنا الحقيقة مجهود كبير جدا لكن المأساة أعظم